وَمِثْلُ الْعِلْمِ لَنْ تَلْقَى خَلِيلًا وَأَهْلُ الْعِلْمِ نِعَامَ الْأَصْفِيَاءُ محمد عبدالعزيز الجرمي الراسبي وهذا ايضا اختلف العلماء الزوجة تشتكي من زوجها وتقول حموت نفسي لو ملتوليش حل احنا ما نرضاش فهو سنه تعدى ستة ستين سنة ولده رغبة مستمرة في الجماعة الله اسأدهم مستمرة ولكن بدون قدرة على اتمام الامر ايوها دخلين فواحكة تانية هي وصلت لسن اليأس ولا رغبة لها في الجماعة هو لا يصلي ولا يهتم كذا ويطرد اولاد المتساولين من البيت ويستاجر شقة لابنته التي لم تتزوج بعد لتفرغ لهذا الامر لا ايه هذا الامر يعني يمشي بنته بره عشان هذا الامر هذا رجل فحله ليتفرغ ليه هذا الامر رغم انه يعاني صحيا من جلطات بسبب اقدامي المستمر على ذلك ومصر الرجل فيطوبها للجماعة كثيرا جدا ويسبب لها ألم النفسية وجسديا لعدم قدرتها على الوطن طب انا مش فاهم المعدلة دي انتو فاهمين المعدلة مش فاهم المعدلة ولكن الرغبة مستمرة فتسأل هل يجوز لها الامتناء عنه لا والله ما يجوز لها الامتناء عنه او تضع له من زيود تهدئ من الرغبة يعني هو بيأكل تضع له اشياء مفيش انصاب مفيش انصاب يعني يريد يعني يريد بس انصاب عشان الانتراطات تعرفون ايه شيخنا في التشارب مع كده لا تهد لا هي الانتها ده هي ما عنداش في دماغها حاجة هي بتغلق وساط الانتسيني جأس ومش عايز الكلام ده طب ما تفينه ويقبل ويضمه يا انت ايوي بخلاص لو رغبطه في كده ما تسيبه ما يقبل سيدي بعد حمالات بعد كبر السن وغير ذلك الرجل الناس الممكن يريد ان يعني يمارس معزوية 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 هي بتعبة جسديا وهو اصلا الرجل ما عندوش قدرة فيحصل فيه تعب من التعب نفرة نفرة انا بقول تسيبه يبوس يقبل وهنتهي يقبل يقبل غاية ما يموت تسحب انفاسه في الخبلة ف هي لا تمتل عنه او تضع له من الزيوت تحط له خل يعني خروع في الطعام دون علمه النصيح انه لو هجيب برشام يقوي اكثر فهناك انا اصلا اخ غالي من السعودية قال عندي برشام لواحد عنده خمسة وتفنين سنة حقا وموجود وهذا يجوز اصلا العلماء صاحب اكتاب فايد القدير قال قال وهناك اطعمة مقويات للجماع هي بالضبط البرشام مثل هذه الاطعمة ترى ما قال الطبيب مختص انها ايه انها ليست ضارة عليه لا تضره فلاه ذلك فهي تنصحه بان يأتي في ذلك وهي تحتمله لكن تمتنى عنه ما يجوز لا تمتنى عنه يعني بتقول لها حماوت نفسي لو ما لا تليش حل هو استنى هو ما بتقول لك ما عندوش خطر على الواطن كمان طب ما تقضيها معاه بوس وخلاص وقالي مش في شرعة ازاي مزرار 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 انت متأكد مكام با مزرار مزرار حقيقة مزرار مزرار طب خلاص يفعل ذلك الله ترام الله رغبة في هذا الباب يدفع يفعل ذلك هي اصلا لكن تقول له يعني اصلا فيه مصائب تانية بتقول لا يهتم بنفسي ولا يهتم يعني مرضو مشكلة تانية في هذا الباب انا مرضيت شقرة على هذه الجزئات دي ما فهي اصلا يعني تنصحه وتبايل له ايضا كما قلت لك طب ما رجل اصلا يحتاج الى ذلك هو الحمد لله ما يطلب الا الحلال ففي بضع احدكم صدقة فله انه يشتري بعض المقويات التي تقوي على ذلك وان شاء الله يستطيع ان يقوم بالمهمة التي يريدها ويبقى كده اصلا يعني كسبت المصلحتين اصلا ده الافضل يعني نعم اعضي الله اسم الرابع سي نعم شي اسم الرابع محمد ابن عبدالعزيز صفية ابتروت شرابي بن شرب غيرت ملموت هوا حسنا الله ما اسألها انا سألها اعجاب فضله جربي نعم سألها انت زوجي عزل في العلاقة دون مفقد الزوج هل تمتنع عنه اوانا لا يجوز دون يفعل ذلك والشفائية لهم وجف ذلك هو وجود اخر والمعتمد الذي او هو الموافق لالامة الاربعة هو انه لا يجوز العزل عن الحرة الا بعد اذنها فلذلك تقول لو فعل تمتنع لا تمتنع وتقول الله حرام أن تعزل بغير إذن أما الآن فيها خلاف أما الحرة فلا يجوز أن يعزل حتى يستأزل محمد بن عبد العزيز الجرمي الراسلي اختلف نسبي لكن نحن أصلا يهمنا مساءات الاختلاف فيه الناسب الآن معه محدد وإن كان تراهد عن البخاري قد جمع بين الجرمي والراسيبي عشان يستطيع أن يجمع بين بين الأمرين صبعنا وترجم محمد عبد العزيز الكوفي التيمي وكاننا بقى بسعيد بإذن هو فيه إشكال بينه بين التميمي الكوفي ما شاء المسلم على هذا في التفرق بينهم أيانا فقد ذكر الراسيبي وكانناه بأبي روح كما فعل بخاري وقال روى عن جابر ابن زيد وراوى عن أبي الوازع وراوى عنه أيضا وكيع ثم ذكر الكوفي وكانناه بأبي سعيد عشان يفرق بين بين الاثنين وقال سامع ابن غيرم نقسم روى عنه أحمد يونس وأما ابنى بحاتم فقد أفرد وخلف هما حيث تفرق بين الجرم والراسيبي وقال جمع بين الجرم والراسيبي والتميم الكوفي الخطيب البغدادي وقال فتحصل ما ذكرناه أنه يقال في نسبه الجرم والتميم والراصبي وأنه يكن بأب سعيد وأب روح في تعليق المعلم اليماني عليه قال أنه ممن نقل عنه أن الجرم أو نقل عنه الجرم والراصبي واحد الحفظ العقدة ولم يتعرض للتميم وقد قال الخطيب عنه كان أعرف الناس بأخبار الكوفة أو من قدمها من العلماء أو من تقدم لها من العلماء وحدث بها من الغرباء واستدل المعلمي ونقل عن ابن عقدة أن التميم غير الجرم الراصبي وأيضا ابن معين ورد أنه قال في التميم لا أعرفه وقال في الجرم ثقة وهذا بيان على التفريق بينهما والجرم بصري والتميم كوفي وهذا أدلة تبين أنه أن التميم غير الكوفي ونقل عنه ابن حبان ذكره في الثقات وعرفه بالراصبي قال أسحاق بن نصور عن ابن عين محمد عبد العزيز الجرمي ثقة وقال أبو عبد الله الحاكم مضطرب الرواية بالنسبة للرواية في مسلم ليس له عند مسلم سوى حديث واحد في المتابعة يعني أنها نتب نفسينا كلها في المتابعة عمر الناقد حدثنا بأحمد الزبيري حدث محمد عبد العزيز عن ويدل ابن أبي بكر ابن أنس عن أنس ابن مالك قال قال رسول الله سلم منعال جاريتيني حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه يعني معا وجاء في البخارية أيضا الرد على عامة مما تقدم أن محمد عبد العزيز الذي روى عنه مسلم هو محمد العزيز الجرمي الراصيبي وليس الكوفي التميمي وقال الحاكم اضطر في روايتي ومن أجل روايتي الحديث منعال جاريتين وقد أخرج له البخاري في طريق كبير بطريق محمد عبد العبيد التنافسي عن محمد عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الله ابن عبيد الله بن أنس وأخرجه أيضا بالطريق الذي أخرجه مسلم قال أبو عبد الله حافظ أبو أحمد الزبير لهذا الحديث واشتبه على غيره وسلقه بعد قوله هذا رواية التنافسي عن محمد بن عبد العزيز ابن أبي بكر ابن عبيد الله بن أنس وهذا تصريح من أبي عبد الله أن الاتراب وقع في هذا الحديث من غير محمد عبد العزيز وأنه اشتبه على التنافسي وهذا يدل على عناية مسلم تقاق الأسانيد ومعرفته بأحوال الرواة والاتراب الذي حصل من محمد هو التنافسي هو اشتباه أبي بكر بن عبيد الله ابن أنس بعبيد الله بن أبي بكر ابن أنس وبينهم فرق كبير حيث أن عبيد الله بن أبي بكر أبا معاذ ثقة من الرابعة وذلك مجهول الحال من الخمسة لذا نقول مسلم لا يضر إخراج حديث محمد عبد العزيز لأن محمد عبد العزيز ليس هو الكوفي ولكنه الجرمي الراسيبي ولا ينزل على مرتبة السقاط كتبت فيه الخلاص ها ماشا وأخرج تلمزية حديث عبد محمد العزيز بالطريق المضطرب الذي دره محمد عبيد لله التنافسي وأخرجه ابن أحبان لذلك بطريق طريق محمد عبد العزيز أهلا نصح به ونفسه آنس بن ملك الصحيح أن نقول أن محمد ابن عبد العزيز الجرمي الراصيبي أن المسلم يمر له إلى حدثة واحدة وهو أيضا ثقة وليس ضعيف الكوفي هو الضعيف وأما الجرمي الراصيبي هو ثقة فلا عكب على مسلم أن يروي عنه ولأنه اختلط عليهم بين الكوفي وبين الجرم الراصيبي نعم كونوا قد انتهينا والله الحمد لله يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان من قضى وانصرم فكن ما حيت ضنينا به فضنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وابادر شبابك من قد ينجل بعمل وقدر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخيا حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وذابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم